ماك بوك بورو 16 رنش السلام عليكم هلي فيكم في فيديو جديد اليوم راح نغارل معاكم الحلو هذا ماك بوك بورو 16 رنش عليه اعلى المواصفات الى الان في السوق موجود مع ماك ميني السير ذا اللي قيمتها من 800 الى 900 دولار مدري كيف راح اغارل معاكم انا بالنسبة لي الفيديو هذا ما يعتبر اصلا مغارنة كان ما تسوي ذا الشيء لكن نشوف كيف كبداية ماك ميني هنا والمشاق اللي يعطيني 1 قيقه هذا على الشيء هذا ممتاز حين مع شبكة على 5K هنا بديت اخراج على 4K 60 فريم والدلب يفجم تصوير الايفون 12 برو ميكس طول الفيديو كان 4 دقائق و 54 ثانية خلص في 4 دقائق و 40 ثانية ممتاز قصب نعي يكون ممتاز ب 4900 دولار طبعا كانت درجة حرارة في المغياس الخارجي هنا قصته تعطاني 45 سلسية فاوكي كان الجهاز على انتل ممتاز في الخارج لكن المدخل يعطيني يوصل 80 بالراحة اما الصوت يذكرني بالسنوات اللي راحت كنا نسافر قبل كورونا اذا كنا بسط الطيارة يعني اعطاني تقريبا ما قلتها بالساعة اعطاني 62 ديسبل فالصوت اذا اشتغلت المراوح حقتها هذا لا اسمع صوت الثلاجة الثلاجة قريبا عندي لماذا اعطان الثلاجة اما يوم تقنى حق الماكمنين بالنفس الفيديو طولة 4 دقائق و 54 ثانية خلص و 7 دقائق و 32 ثانية بزيادة تقريبا 3 دقائق اقل من 3 دقائق من هذا الى هذا لكن قلتكم اما اشتغلت علي هنا قلت اخراج على الفيديو هذا 4K 60 فريم دروبي فيجن والرام فيه بس 1 دقائق يلعب في الدنيا و يصل الى 32 ميجا و يرقى فوق و ينزل 16 ميجا و يلعب خلص بدون اي شيء و لا يوجد حرارة و لا يوجد حرارة المعالج مع الجي بي و كل شيء فالمعالج ليس ممكن باقي بس الرام اما الصوت المراوح مثل ما قلتكم لا يوجد صوت لكن حطيت الساعة دخلت المراوح و وصلت صوت المراوح 38 دقائق الصوت لا تسمع من تبعيد لازم تقرب ابنك و تخش داخل لكي تسمع الصوت و هين تسوي اخراج يسمع صوت الثلاجة اما الحرارة 32 سلسيس حاولت في كل مكان اشوف الحرارة كيف وين توصل و كيف دخلت المسدس نفسه و حطيتها على مكان المراوح لكي يشوف الهو يطلع الهو بارد فعطتنا 32 درجة المكان نفسه مشغل المكيف الحارة انا عندي درجة القرفة فالجهاز جبار يعني تكن توقع ان لو يكون حار بحس فيه الله مني يطلع الحرارة ما في شيء حرارة الشاشة عندي احار من بكثير فالشاشة احار من اللابتوب نفسه لو ننتقلكم فيديو عادي يعني فيديو فوركي ستين فريم لكن ليس بدل بيفيجين مع انه ما يعتبر عادي لكن صار عادي حين بعد شهرين حين بنابل نزل صار الفوركي ستين فريم عادي عندنا حين المهم شيء قوي هنا على ال 4 وستين غيجى رام الفيديو كان طوله خمس دقائق وثمنتعشر ثانية خلص في ست دقائق وثنين ود Gin ثانية يوم خلص الفيديو هذا الرام باقي في الجهاز بس سبع غيجى رام يعني من 64 باقي سبعة بس فيه ونفس الفيديو حطيته هنا اللي هو طول الفيديو خمس دقائق وثمنتعشر ثانية خلص في سبع دقائق وعشرين ثانية اوكي ازياد تقريبا بدقيقة نقدر نقوم بدقيقة وشوي من هذا لكن قاعد يسوي خراج على 1 جيجا هنا وهو 8 جيجا رام لكن ما عندي إلى 1 جيجا قدر استخدمها مع 5K اللي حاطه كل شي يعني لو ما أخذ 16 اللي سوه الحمد لله ما أخذ 16 اللي ممكن أقوم أنقهر ليش أني شريت هذا اللابتوب المهم فالجهاز جبار الجهاز بالنسبة لي كسعره واللي أعطاني 100% 10 صفر حق الماكبو كبرو 16 إنش لكن لو نكنسل السعر وكي الماكبو كبرو أقوى نعطيه 8 درجات وهذا نعطي درجتين لكن كسعر مثل ما قلت لكم لا هذا هذا السعر اللي تشتري جهاز رخيص اعتبر وكأنك انت شاري جهاز غالي شاري جهاز توب فنتظر قدام برش بتسوي لأن في أخبار تقول لكم ال M2 او M1 اكس يمكن يصير 12 كورتز الآن اللي موجودة بدينه 8 هذا 8 وهذا الشي اللي سوي لو يصير 12 بيصير لو ينزل هنا في الماكبو كبرو 16 إنش ويعطونا مثلا 32 رام أو 64 خلاص كذا بلنتي سكرتي كل شي فهذا الجهاز بهذا المعالج بسكر السوق حين شركات ثانية نجب تشوف لها حل وإذا قدرت إن شاء الله إذا قدرت نشوف أمل بالمغارنة بعدين فهذا فتحت الباب أبقل بال M1 وصوت كذا يعني نافذت نفسها بنفسها بمالبتوباتها وبجهزتها نشوف قدام يشفين ففي نهاية إذا كان الشغلك قوي انتظر إذا الشغلك قوي قوي على 4K 60 فريم بتشتغل على فيديو عشر دقائق خمسة عشر دقيقة أو على الدول بي فيجين ما أنصحك الآن ولو بتاخذ هذا اخذ 16 دقيقة رام رح ينفع معاك لأن أنا الثمانية دقيقة بعض التسجيل كنت بسوي إخراج بال 4K 60 فريم وبسجل الشاشة ما قدرت بسجل الشاشة ومع إخراج الفيديو ما يسوي إخراج وقف على صهر ما يتحرك بس سكر التسجيل الفيديو يبدأ الإخراج لأن الرام غليل فما نقدر لو لم أخذ 16 كان حتى الحسب والأرقام اللي قلت لكم عنها كانت تغير يعني فيها أشياء رح يقفز فيها بقوة هذا ففي نهاية الفيديو تنسوني اشتراك بالغناة واشتراك في حسابي في سناب شات تشاري بضبطكم وعمل ليك المقطع وعمل ليك المقطع ولا تنسوني مفضل دعاكم والسلام عليكم